السلام عليكم اهلا بكم معنا في قناة بيتي بيتك النهاردة حنشوف ازاي نصلح العطل في غسالة تشيبة لو كانت الغسالة عندك بتوصل لمرحلة العصر ومش بتعصر انا هنا شغلت الغسالة على اساس المفروض في مرحلة دوران السريع اللي هي مرحلة العصر بتعمل صوت كركبة وفي نفس الوقت بتدي انزال ومش بتعصر حنشوف مع بعض احنا المفروض نعمل ايه علشان نصلحها لو الغسالة عندك خارج الضمان هنا بعد ما صلحتها في البيت ما اخدتش اكتر من خمس دقايق بالزبط تصلحت واشتغلت وبقت زي الفول انا الغسالة بتاعتي تشيبة بقالها معاي خمس سنين اول حاجة بتفكي الخرطوم اللي وراء وتسليكي المكان اللي بتخرج منه المياه هتلاقي الخرطوم ده في ظهر الغسالة جيت اشغلها تاني على اساس ان انا اجرب يمكن المشكلة كانت في ان المياه مش بتتصرف لكن بعد ما صرفنا المياه وشغلناها برضو الغسالة ما اشتغلتش وعطت نفس الانزال بعد كده المفروض بنفك الجزء اللي وراء ده وبنفك الخرطوم اللي فوق فكنا الخرطوم طبعا احنا فكناه من الحيطة وفكناه من الغسالة نفسها بس هو انا احنا لقينا خطوة ان انت تفكي الخرطوم من الحيطة يعني خطوة مش ملهاش لازمة فانت لما تيجي تفك الخرطوم ده فكيه من الغسالة نفسها بس مش دروج ان انت تفكيه من الحيطة ده الخرطوم اللي بيغزي الغسالة بالمية بعد ما فكنا الخرطوم بيبقى سهر علينا نشيل الجزء اللي في الظهر ده وهو بيبقى مربوط بمصمرين بنفكوهم بعد كده الغسالة بنفك المصمر ده اللي انتوا شايفينه فوق بعد ما بيطلع المصمر بنطلع كمان السستة احنا الغرض من الموضوع ده ان احنا بنطلع الجزء اللي احنا شايفينه الحديد ده ايوة اللي هو طلع معاه ده اسمه دراع بتاع الباب بتاع الفرامل خلص كده بقى الجزء اللي فيه السلكتين اللي طالعين الصغيرين اللي هم الهدف كله من الفيديو ده السلكتين دول بتطلعيها بمفاق هتلاقي حددتين من جوه الحديدتين دول لو بعاد عن بعض هي دي المشكلة مفروض الحديدتين دول يبقوا لمسين بعض بقى اي مفكو بتضغطي عليهم بحيث ان هم يبقوا لمسين بعض كويس طبعا فيه ناس بتقطع السلكة وتوصل السلكتين ببعض بس احنا ما حبناش نعمل كده ووصلنا الحديدتين مع بعض بعد ما بتوصل الحديدتين مع بعض من بعض ورجعنا البلاستيكة مكانها طبعا احنا ما جبناش فني ولا حاجة ده ابني هو اللي بيعملها ولقينا الموضوع سهل جدا وبسيط احنا شفنا الطريقة دي على حد كان عملها برضو بفيديو عن نت ولقيناها سهلة جدا بتركيبي المصمار بترجعيه زي مكان وكل حاجة ترجعيها مكانها هم بالزبط تلات اجزاء بيطلعوا السستة وفيه زي سمولة صغيرة واخيرا المصمار كلهم بنفكوهم علشان خاطر بس نطلع الجزء الصغير اللي انتو شفتوه وبعد كده بترجعي كل حاجة مكانها هم سواء الفك او التركيب بيبقى سهل جدا يعني لو اتصلت بالفني خارج الضمان طلب ميتين جنيه تصليح ولو فيه اي قطع غيار فاحنا قولنا نجرب احنا اتصلنا بالضمان فعلا والضمان كان جاي واتصل الفني وقلنا جاي بس احنا قولنا نجرب الطريقة دي لو نفعت نفعت ما نفعتش خلاص الفني صلحها لكن الحمد لله ما اخدتش اكتر من خمس دقايق رجعنا كل حاجة مكانها طبعا الخطوة زي ما قولنا الخطوة الخرطوم بيطلع من الحيطة دي مش ملهاش لازمة فانت يفكي الخرطوم اللي في الغسالة بس رجعنا كل حاجة زي ما كانت شغلنا الغسالة زي ما انتو شايفين اشتغلت ويرب اكون قدرت اقفتكم والسلام عليكم شكرا